موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع درس جديد للمستوى الخامس الدرس 45 وسنبدأ قراءة التمرين الأول ولاحظ المجسمات ثم أضع العلامة في تحت المكعب والعلامة زائد تحت متوازل مستقلات إذن الشكل الذي يمثل المكعب هو هذا الشكل وسنضع تحت علامة في ثم هذا الشكل يمثل متوازل المستقلات وسنضع علامة زائد سنمر للتمرين الثاني ولاحظ تمثيل المجسمين ثم أتمم ملء الجدول إذن لاحظوا معي هذا المجسم ثم المجسم الثاني سنقوم بملء الجدول إذن المجسم الأول هو هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مكعب إذن سنقوم بملء الجدول عدد الرؤوس إذن شكلهم الرؤوس؟ هذا ملك نسميه الرأس إذن هذا رأس 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 إذن لقمنا بحساب الرؤوس ألقى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية إذن ثمانية رؤوس وعدد الأوجه إذن شكل كم تليه الوجه؟ هذا هو نسميه وجهن إذن هذا وجه هالأول حالثاني إذن غنحول نوريه لكم مفكت إذن لاحظوا معي هذا هو المكعب وهذا إذن لقمنا بحساب عدد الأوجه غالقى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن ستة أوجه ونكتب عدد الأوجه ستة ثم عدد الأحرف هذا هو اللي كنسميه الحرف هذا حرف وهذا حرف إذن نحسبنا عدد الأحرف غالقوا إثنان عشر حرفاً ونسميه مكعب اسمه مكعب المجسم الثاني إذن لاحظوا معي هذا هو المجسم الثاني عبارة عن متوازي المستطيلات إذن هذا هو الحرف الرأس وهذا كنسميه الوجه إذن عدد الرؤوس دياله هم هذا الرؤوس ثمانية وعدد الأوجه ستة هو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم عدد الأحرف إثنى عشر واسمه متوازي المستطيلات سنمر الآن للسؤال بأقيصه طول أحرف المجسم ماذا تلاحظ إذن المجسم واحد لقصنا مثلا طول ديال أحرف دياله إذن هذا المجسم هذا هذا الأحرف هذا نتقيسين عندهم نفس طول هذا الأحرف إذن نكتب طول أحرفي المجسم واحد متقايصة أي لها نفس طول بالنسبة للمجسم الثاني أقيصه طول أحرف المجسم إثنى إذن شوفوا معايا هذا هو الحرف وشوفوا معايا هذا الحرف وش متساوية الأحرف فيما بينهم إذا عندنا هذا الأحرف غير متساوية إذن لحظوا معايا هذا الحرف هذا ومشي نفس القيص ديال هذا الحرف إذن نكتبه أسن نفس الطول أحرف السبتبه أطوال أحرف 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 المجسم ثاني غير متقايصة الثاني غير متقايصة رقم ثلاثة لاحظ المجسم رقم واحد ما هي طبيعة الأوجه طبيعة الأوجه مربعات مربعات ما عدد الأوجه عدد الأوجه ستة ستة أوجه إذا كان طول الحرف سجي هو جج فاصلة خمسة إذا كان لدينا الحرف سجي سجي فاصلة خمسة سأحسب المساحة الجانبية إذا نتبه معي سجانبية ما هي مساحة الجانبية مساحة الأوجه الجانبية هذا الوجه الجانبي مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا هذا الجوانب لاحظ المساحة واحد اثنان ثلاثة أربعة الأوجه الجانبية إذا نكتبه كي يساوي مجموع مساحة الأوجه الجانبية إذا كي يساوي إذا عندنا أربعات الأوجه وكل وجه وهذا الأوجه عبارة عن مربعات متساوية في القياس إذا ندروا مساحة الواحد المربع ونضربوه في أربعة إذا أربعة في مساحة المربع ومساحة المربع أربعة في مساحة المربع إذا كتساوي أربعة في إذا مساحة المربع يتضلع في الضلع أو الحرف في الحرف إذا أ في أ كتساوي أربعة مضروبة أعطونا الطول الحرف هو جوج فاصلة خمسة إذا نضربوها في جوج فاصلة خمسة مضروبة في اثنان فاصلة خمسة كتساوي خمسة وعشرين سنتيمتر مربع هذا المساحة الكلية إذا كيف سنحسب المساحة 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 الجانبية هذا الأوجه بربعة سنجد على المساحة هذا زائد المساحة مساحة القاعدتين القاعدتين أيضا عبارة عن مربعات لأن المكعب المربعات كاملة إذا نضرب ستاف مساحة المربع ستاف مساحة المربع هي الحرف في الحرف إذا كتساوي ستاوي مضروبة جوج فاصلة خمسة مضروبة في الجوج فاصلة خمسة كتساوي سبعة وثلاثين فاصلة خمسة سنتيمتر مربع إذا هذه المساحة الكلية الآن سننتقل إلى سنكتب المساحة الجانبية لقنا خمسة وعشرين سنتيمتر مربع و لقنا سبعة وثلاثين فاصلة خمسة سنتيمتر مربع سؤال بقى ألاحظ المجسم إثنان إذا نلاحظ هذا المجسم إثنان اللي هو هذا ما هي طبيعة أوجهه؟ إذا شوفوا معي الأوجهه ديالني عبارة عن مستطيلات ومربعات مربعات إذا سنكتب مستطيلات ومربعات ما هو عدد الأوجه؟ العدد الأوجهه سابقا ستة أوجه ستة أوجه ما هو طول وعرض وارتفاع المجسم إذا الطول هو هذا نقوم بالحساب باستعمال المسطرة إذا لحسبنا هلقوا اثنان فاصلة خمسة إذا الطول اثنان فاصلة خمسة ولحسبنا العرض هو هذا هلقوا واحد سنتيم العرض واحد سنتيم وده ارتفاع هو هذا أيضا نقوم بالعرض متساوي واحد سنتيم ارتفاع واحد سنتيم طبقنا اثنان سنتيم أحسبوا المساحة الجانبية والكلية للمجسم سنقوم بحساب المساحة الجانبية ثم المساحة الكلية إذا نتبهوا معي سنكتب اس الجانبية أو المساحة الجانبية إذا قبل ما نستعملوا هذه العلاقة اللي عندنا هنا في قواعد قوم نقوم بك لكن بحساب مستطيلات وهذا ما هذا مربعين إذن نكتبه المساحة الجانبية كتساوي مجموع المساحات الأوجه الجانبية كتساوي مساحة المستطيل في اثنان زائد مساحة المربع في اثنان إذن كتساوي مساحة المستطيل ما هي؟ هي طول في العرض إذن لنضربها في اثنان زائد مساحة المربع هو الحرف في الحرف أو الضلع في الضلع مضروبة في اثنان نقوم بالتعويضات المناسبة إذن شحل قلنا الطول إذن الطول قلنا اثنان فاصلة خمسة نضربه اثنان فاصلة خمسة والعرض قلنا واحد نضربه اثنان زائد المربع هي هذا إذن الضلع في الضلع واحد في واحد واحد في واحد في اثنان حيث جزء المربعة عندنا هذا مع هذا إذن كتساوي اثنان فاصلة خمسة في واحد اثنان فاصلة خمسة في اثنان هي خمسة زائد اثنان كتساوي سبعة سنتيمتر مربع اثنان هادي انا وردت لكم كيفاش حصلنا على المساحة الجانبية غنخدموه ده بالعلاقة اللي اعطوناهما اذا هادي فقط اتبقوا انتم تخدموه هادي اس الجانبية كتساوي محيط القاعدة في الارتفاع إذن تبه معي والقاعدة هنا هي هادي هي هادي القاعدة عبارة عن مستطيل هادي كما اخذنا كما اخذنا غلقوا مستطيل إذن هادي القاعدة هادي مضروبة في الارتفاع اللي هو هذا محيط القاعدة إذن هنا القاعدة بالنسبة لنا شنا هي هو المستطيل إذن محيط المستطيل مضروب في الارتفاع إذن كيسا ما هو محيط المستطيل هي الطول زائد العرض في 2 مضروب في الارتفاع إذن سنحسب إذن ما هو طول وعرض المستطيل هو 2.5 والعرض 1 إذن 2.5 زائد 1 مضروب في 2 مضروب في الارتفاع اللي هو 1 اذا كي ساوي اثنان فاصلة خمسة زائد واحد هي ثلاثة فاصلة خمسة في اثنان في واحد اللي هو الارتفاع من غن نحسبها لقاء سبعة سنتيمترة مربع يعني نفس النتجة اللي حصلنا عليها سابقا. الان سنمر لحساب المساحة الكلية. نتابع معي المساحة الكلية. نكتب اس الكلية. إذا القاعدة اللي نتبقوها. مساحات المساحة الجانبية؟ هنكتب القاعدتين إذا نضي هذه القاعدة وهذه القاعدة جزءيد للقاعدتين هذه. مع هذه اللي في الأسفل عبارة عن مستطيل وقاعدة عبارة عن مستطيل. إذا جنة مساحة الجانبية زائد الكلية. قل سوف نحسب هاد المساحة الكامل. يلي هاد الأوجوه اللي يشكله اللي متوزن المستطيلة. المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. اذا عدنا القاعدتين نفسه. هذا المستطيل هو نفس هذا المستطيل هنا. اذا سنكتب زائد مساحة القاعدتين او مساحة القاعدة في اثنان. اذا كنت ساوى ما هي المساحة الجانبية. رقمنا سابقا بحسابها هي هذه. مساحة الجانبية سبعة سنتيمتر مربع. سنكتب سبعة سنتيمتر مربع او سبعة. زائد مساحة القاعدتين هي مساحة المستطيل في اثنان. القاعدتين مستطيلين. زائد مساحة المستطيل في اثنان. تساوي سبعة سنتيمتر مربع. زائد مساحة المستطيل هي طول في العرض. هذه مساحة المستطيل. سنضربها في اثنان. اذا كتساوي سبعة سنتيمتر مزعب. زائد طول في العرض هي اتنين فاصلة خمسة في واحد في اتنين. اذا كتساوي سبعة. زائد اتنين فاصلة خمسة في واحد هي اتنين فاصلة خمسة في اتنين. هي خمسة اذا كتساوي اتناش سنتيمتر مربع. هذه هي المساحة الكلية. اذا المساحة الجانبية والكلية وما اللي حسبنا نكتبو اس الجانبية كتساوي سبعة سنتيمتر مربع و اس لكلية كتساوي اتناش سنتيمتر مربع سنمرو الان للتمرين الموالي ولاحظوا المكعب جيدا ثم انشره اذا اللحظوا معي هاد المكعب اقوموا بالنشر دياله اذا انتبهوا معي اذا قمت بنشري سابقا اذا هذا هو النشر الى قمت بعملية الطي هنقوم بعملية الطي ديال هاد المكعب هنحصل عليه هو هادا كما كتشوفو هنحصل على هاد المكعب كما كتلاحظو معي اذا هنعنقوم بالرسم دياله نتبهوا معي استعمل قلم الرصاص قلم واحد عندنا شحن مربع واحد اثنان ثلاثة اربعة هنعنقوم واحد اثنان ثلاثة اربعة وغلاء نرسموا هات قاعدتين اذا هذا هو النشر دياله المكعب. سنقوم الان بنشر متوازي المستطيلات. نتبه مع النشر دياله متوازي مستطيلات. اذا هو عبارة عن اربعة دياله المستطيلات ومربعين. اذا نسمو المستطيل الاول. وهذا. اذا ما مستطيل عندنا? كل نبي انه عندنا اربعة دياله المستطيلة. اذا سنقوم برسمي القاعدتين لهم عبارة عن مربع. اذا هذا هو متوازي المستطيلات. اذا اربعة دياله المستطيلات. ثم مربع مربع. سنمر الان للتمرين رقم اثنان. ولاحظوا نشر متوازي المستطيلات الممثل في الشكل واحد. احسب مساحته الجانبية بالسنتيمتر مربع. احسب مساحته الكلية. اذا النشر دياله متوازي المستطيلات هو هذا. اذا نقوم بعملية الطي. احسب لهذا الشكل هذا. اذا القاعدتين دياله عبارة عن مربع. والجوانب دياله عبارة عن اربع مستطيلات متساوية. اذا نقوم بحساب المساحة الجانبية. اذا نسأل معي. ايس الجانبية. دائما العلاقة محيط القاعدة. في الارتفاع. اذا بتساوي محيط القاعدة. اذن القاعدة هنا قد عبارة عن مربع. اذا مربع المحيط دياله هو الضلع في اربعة. ايضا الضلع في اربعة او لا الحرف في عربعة. لانهاателя اربعة ديال احرف. واحد اثنان ثلاثة اربعة. مضروف الارتفاع. اذا طول الحرف بالنسبة للمربع هو هذا وتجسم فاصلة خمسة. تجسم فاصلة خمسة. اذن اثنان فاصلة خمسة في اربعة. مضروف الارتفاع اللي هو هذا. هو هذا واحد سنتيم. إذن كتساوي اتنى فاصلة خمسة في اربع هي عشرة سنتيمتر مربع. سنمر الآن للمساحة الكلية. إذن اس الكلية كتساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. ومساحة القاعدتين نقلنا عبارة عن مربع. إذن زائد مساحة القاعدة في اثنان. لأن مربع مربع نجو ديال المربعات. إذا نقوم بالحساب. إذن مساحة الجانبية هي عشرة. زائد مساحة القاعدة هي مساحة المربع. مساحة المربع هي الضلع في الضلع ونزلوها في اثنان. إذن كتساوي عشرة زائد. الضلع ديال المربع هو اثنان فاصلة خمسة. مضروبة اثنان فاصلة خمسة. مضروبة في اثنان كتساوي عشرة زائد اثنان عشر فاصلة خمسة. إذن المساحة الكلية كتساوي اثنين عشرين فاصلة خمسة سنتيمتر مربع. سنمر لتمرين ثالث. ولاحظوا نشر المكعب الممثل في الشكل. احسب مساحته الجانبية بسنتيمتر مو اربع. إذن المساحة الجانبية. نتمرين رقم ثلاثة. اس الجانبية هي كما قلنا. عندنا اربعة ديال المربعات جانبية اذا اربعة في ا في ا. يا هادي. اذا كتساوي اربعة مضروبة في طول الحرف وواحد فاصلة خمسة. مضروبة في واحد فاصلة خمسة. سنقوم بعملية الحسال. اذا كتساوي تسعة سنتيمتر مربع. سنقوم الان بحساب المساحة الكلية. دائما المساحة الكلية ديال المكعب هي ستة في ا في ا. اذا كتساوي لنا ستة مضروبة في واحد فاصلة خمسة. مضروبة في واحد فاصلة خمسة. اذا كتساوي لنا. تلتاش فاصلة خمسة سنتيمتر مربع. المساحة الكلية. سنقوم اربعة. وتم الشكل التالي يمثل نشرة مكعب. عندنا البداية ديال نشرة المكعب ما كانش. اذا كيف سيكون هذا المكعب. نتبه معي. سنكمل له. اه الشكل. سنكمل له هذا الشكل هذا. اذا انا عندي هذا. ثلاثة ديال. ما زال نقصي لني شحل. ما زال نقصي لني ثلاثة. اذا نزيد هنا واحد. ونزيد هنا اي اثنان. كما تلاحظه معي. هذا هو الشكل اللي قمت بالرسم دياله. اولا عندنا هنا جوج. وكملنا. هنا نقوم بعملية الطي. هنحصل على مكعب. كما لحظة معي. مكعب. عند افتدي الأوجه. سنمر الآن للتمرين. للسؤال بأتم ورسم متوازي المستقيلات. اذا سابه معي. سنستعمل ونحتاج برقار ومسطرب قلم الرصص. اذا سوف هذا. هذا. عفوا. قبل ما ندجلت السؤال. سنحصل المساحة الكلية. لهذا الشكل هذا. اذا انتبهوا معي. المساحة الكلية. الكلية. تساوي ستة في ا في ا. اذا هدي المساحة الكلية. تساوي لنا ستة. مضروبة. في واحد. طول حرف. مضروبة في واحد. اذا كتساوي ليا ستة. سنتيمتر مربع. اذا هدي المساحة الكلية. ديال هذا الشكل هذا. قلنا دائما ستة. في طول الحرف. في طول الحرف الآخر. سنمر الآن. السؤال بأ. هنحاولو نكملو هاد الرسم هذا. اذا هنغناخدو هاد البيتر هذا. تبدو معي الخطوة. هنحسب هادو القياس. نجيله هنا يا. نزل واحد على هنا. من الباب. نحسب هنا يا. هنكمل. هنغناخدو نرسم واحد الخط. هنغناخدو القياس دياله واحد سنتيم. اذا هو هادا. هنعود نرسم واحد سنتيم لانا عندي هنا يا واحد سنتيم. واحد سنتيم. واحد سنتيم. هنغناخدو نرسم واحد سنتيم. بس اعملنا قادرة. هنغناخدو نرسم. بعد نرسم هادا هنديرو. هنلقي وهذا. نخطي النقط في ما بينها. هنغناخدو نرسم. هادا هادا. 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 سوف يكون معا هنا بخطط نقط متقطعة هنا. سوف نقوم بكتابة الأسماء بي سي دي ثم اي اف جي ثم اش. هذا هو متوازي المستطيلات. التمرين رقم خمسة المساحة الكلية لمكعب 24 سنتيمتر مربع وحدد طول حرفه وارسم نشر هذا المكعب في الورق نحدده طول الحرف. سوف نقوم بكتابة المساحة الكلية 24 سنتيمتر مربع 24 سنتيمتر مربع. الآن ننخلق حرفه. إذا ما نحتاج لدينا المساحة الكلية. الكلية تسوي ا مضربة فى المضربة فى المضربة فى مضربة في ا اذا ش تمضربة فى المضربة فى ا اذا اجيش حكة تساوي كتساوي 24 ما هو العدد الذي سنضربه فيه duo ونحصله على 24 اذا العدد الذي سنضربه فيه سيتة ونحصله على 24 هو 4 فيه 6 كم تساوي Well quati influencer cioè 24. اذا هذه вот هاد اربعة عشرين ها هي. هاد اربعة هي اربعة. هاد اف ا هي اربعة. اذا اس لكلية تساوي اتنان في اتنان مضروبة في ستة. هي ا اف ا في ستة. اذا اشحل هي ا هي اتنان. طول الحرف طول الحرفي. المكعب المكعب هو اثناني سنتيمتر. اذا هذا هو طول الحرف المكعب. ثم ارسموا نشر هذا المكعب. اذا لما ان هنا تربعة ما يقضلش باش نرسموا طول الحرف سنتيمتر. نقصونا. نقوم بنشر. هذا النشر مثلا. هذا نشر المكعب. ممكن نقوم مثلا بهذا النشر. هذا هذا نشر المكعب. نقوم بالاختيارات في رسم نشر المكعب. سوف امروا الان لتمرين رقم ستة. ابعاد متوازي مستطيلات هي الطول اثناني فاصلة خمسة سنتيمتر. العرض اثناني سنتيمتر. والارتفاع واحد فاصلة خمسة سنتيمتر. ارسموه اذا رسموه. نحسب المساحة الكلية. اذا نتبه معي. اقوم بضغط الرسم ديالو في ورقة. باش يوضح لكم الشكل. اكتبوه هنا الابعاد. طول. جج فاصلة خمسة العرض اثنان الارتفاع واحد فاصلة خمسة سنتين. نرسمه في الاول طول وهو جج فاصلة خمسة. هذا هو الطول. من بعد عم نرسمه الارتفاع واحد فاصلة خمسة. هنغناخده. هذي. واحد فاصلة خمسة. واحد فاصلة خمسة. واحد فاصلة خمسة. هنعود نرسم هنا نفس الارتفاع. واحد فاصلة خمسة واحد. فاصلة خمسة. وغلقنا ندير. هذي اللي غنرسمه في الاول. من بعد غنرسمه العرض سنتين. اذا هنحاول نرسم. طريقة هذي. اثنان سنتين هذي نتابع معايا. سنتين. غناخد البركار. باش يجيني الموازلة. هنجا نوضعه هنا. وغناخد هاد القيس هذا. هنجي هنا. اخذت هاد القيس هذا. باش يكون عندين ينفسنا. ثم غنرسم هالموازلة وهذا. بنقط متقطعة. هكذا. ثم عنديد. نلقي عد النقطتين. هكذا تلاحظوا. من بعد غنرسم عود تاني الارتفاع واحد فاصلة خمسة هنا هي. واحد فاصلة خمسة. ونرسم هنا ايضا الارتفاع واحد فاصلة خمسة. هيا هاد النقطة. سيكون عمودي. واحد فاصلة خمسة اذا هيا هاد النقطة. نقطة لحده. وغادي ندين نقطتين دين نقطتين دين نقطة لهم. ثم غنرسم هاد خط هذا. غنرسم هذا. بالنسبة لهذا ركي يكونوا بخط نقط متقطعة هادو الهناية. يكونوا نقط متقطعة. هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه. ممكن نسميه مثلا ا. بي. سي. بي. هده هو متوازن مستطيع. اللي حسننا عليه. احسب مساحته الكلية. لحسب المساحة الكلية. أحسب معي. بي حسن المساحة الجانبية. اذا نحسب الأول المساحة الجانبية. الجانبية كي يسوي محيط القاعدة. مضروب في الارتفاع. اذا اذا القاعدة هنا عبارة عن مستطيل طول دياله. جوش فاصلة خمسة. والعرض اثنان. اذا كي ساوي. انا قاعدة نكتبه مستطيل. اذا ما هو موحيط المستطيل. هو الطول زائد العرض في اثنان. اذا الطول زائد العرض في اثنان. في الارتفاع. تساوي الطول جوج فاصلة خمسة زائد العرض اثنان مضرب في اثنان مضرب في الارتفاع اللي هو واحد فاصلة خمسة. اثنان فاصلة خمسة زائد خمسة تساوي اربعة فاصلة خمسة مضربة في اثنان مضربة في واحد فاصلة خمسة اثن تساوي ثلاثة عشر فاصلة خمسة سنتيمتر مربع سنقوم بحساب الان المساحة الكلية اذا المساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين اللي هي عبارة عن القاعدة عبارة عن مستطيل اثنان زائد مساحة القاعدة في اثنان كتساوي ثلاثة عشر فاصلة خمسة زائد مساحة القاعدة اللي هي مستطيل طول في العرض في اثنان تساوي ثلاثة عشر فاصلة خمسة زائد طول قلنا جوج فاصلة خمسة والعرض اثنان اثنان يفاصل خمسة في اثنان في اثنان لان جوج ديال المستطيلات اذا تساوي ثلاثة عشر فاصلة خمسة زائد اثنان فاصلة خمسة هي في اثنان هي خمسة في اثنان هادي هي هادي اذا كتساوي ثلاثة عشر فاصلة خمسة زائد عشرة اذا كتساوي ثلاثة عشرين فاصلة خمسة سنتيمتر مربع وما طلبوها لنا هنا بالمتر مربع اذا نخصنا نحولها المتر مربع اذا بعد التحويلات اثنان تحويلة ديال المساحة غلقه سفر فاصلة سفر سفر ميتين وخمسة وثلاثين متر مربع اذا هاد هي المساحة القلية شكرا على تتبعكم وموعدنا مع درس جديد ان شاء الله